إن حزني وغضبي ليس باتجاه الهجم القدر التي وجهت لشخصي بل لأن نفس هذه المنصة قامت بالهجوم على سيدنا الذي نفضله على أنفسنا بسبب قلة تربيتهم لأنها مصدر لهذا الأمر وطبعا الهدف ليس شخصي بل إنهم يهاجمون القيام التي ندافع عنها ونعرف أن لهم امتداد في بلادنا أيضا وبالأخص تحت مبنى هذا البرلمان هناك أيضا منهم يحاولون أن يضعوا مفهوم العائلة جانبا أعرف أن هناك أناسا وقفوا إلى جانب هذه الأجمات وفي هذه الأزمة ينبغي أن نقفوا معا لكن هؤلاء ما زالوا يحاولون أن يأخذوا أصوات ويكسبوا أصوات من هذا الأمر لا مكان لكم في هذا السوق إن أعداء الإسلام وتركيا وما يقومون به المستنقع الذي دخلوا به في الحقل والكراهية سيغرقون في ذلك المستنقع إن هذه إشارات أن أوروبا تعود إلى عصر البربرية مرة أخرى إن فرنسا وأوروبا ماكرون والساسة الذين يحملون نفس عقليته إن سياساتهم التي يحاولون زرع بذور الانتقام والحق أوروبا لا تسحق هؤلاء على الأوروبيين من أجل مستقبل مشرق لهم ولأولادهم عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة في هذا الأمر إن عداء الإسلام وعداء تركيا يستخدمونه هؤلاء لأغراضهم السياسية عليهم أن يزيلوا أيديهم القذرة من مقدساتنا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين يدافعون عن هجومي عليهم أنه قبل 1442 سنة نجيبهم بنفس الجواب الذي أجاب به أهل المدينة حينها ماذا قال؟ طلع البدر علينا لقد أشرق البدر علينا من ثانية الوداع جب الشكر علينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع لقد جئت إلينا بالأمر المطاع شرفت المدينة شرفت المدينة مرحبا يا حيردا مرحبا أيها الحبيب نعم لقد إلى مكة وإلى المدينة وإلى آسيا وإلى أفريقيا وإلى أوروبا وإلى كل العالم وإلى كل الزمان هذا نبينا شرف كل هذا إن الوقوف أمام الهجمات التي تستهدف نبينا هي قضية شرف بالنسبة إلينا إخوتي نحن وحتى آخر نفس فينا إن هذه الهجمات إن وقفنا صامتين أمامها ولم نرد عليها حينها نكون قد متنا إننا نموت إن لم نرد على هذه على هذه الهجمات نحن نرى أن العلم والأذان هما أساس الحرية ويمكن أن نفدي أرواحنا في سبيل هذه الأمور هل سنحني رقابنا أمامهم ونسكت؟ هل سنتخلى عن شرفنا أمام هؤلاء؟ هل سندير وجوهنا باتجاح آخر أمام هؤلاء؟ ربما يقوم البعض بهذا لكن الشعب التركي ملتزم بدينه وقيمه ولا يسكت أبدا ولا يقف أبدا بموقف بائس أمام هذه الهجمات وفوق هذا إلى جانب ديننا فإننا ندافع عن مقدسات الأديان الأخرى ونحترمها ومنذ عصور لقد تواجدت المساجد والمعابد والكنائس إلى جانب بعضها البعض وقدمت خدماتها لمنتسبية الأديان وكانت تحت حماية أجزادنا وتحت حماية دولتنا من إسطنبول وحتى هاتاي هناك نماذج لا حصر لها في أراضينا والآن أخاطب الغرب أخاطبهم كلهم ألم تكونوا أنتم في رواندا حين قتلتم مئات الآلاف من الناس في رواندا ألم تكون أنتم من قتلتم ملايين الجزائريين ألم تكونوا أنتم في كل دول أفريقيا وفقط من أجزاء الماس والذهب دخلتم هناك وقتلتم الناس هناك أنتم قتلة واليوم ما زلتم تبحثون عن نفس الأمر لكن تذهب إلى لبنان ماذا لديك عمل في لبنان هناك تقع كارثة في لبنان ويذهب هناك ليوجه الأمر بحسب ما يقول هل لقيت ما تبحث عنه لم تلقى لماذا لأنهم طردوك من هناك لقد طردوك هذه هي الحادثة وكلما اشتهر أكثر سيطرد من كل مكان يحاولون أن يبدأ الحملات الصليبية من جديد ومنذ الحملات الصليبية متى ما أتت بذور الفتنة والحقد من هناك من أوروبا لقد انتهى السعادة في بلادنا إن مع الحملات الصليبية لقد تعادينا مع الناس الذين كنا نعيش معهم ألف سنة لا يوجد أي داعي لأن نعادي الناس الذين معنا هنا نحن فقط نقف أمام الهجمات التي تأتي من الخارج ومدافع عن أنفسنا إن عمليات التهجير والمبادلة هي نتيجة للألعاب التي قام بها الغرب في بلادنا ورغم هذا فإنه المنتسبين من الديانات الأخرى الذين يحملون جنسيات بلادنا يستمرون في حياتهم بحرية منقطعة النظير في كل تركيا هذه نقطة مهمة جدا ومن يشاهدوني عبر الشاشات أخاطب الناس أيضا داخل حدودنا في بلادنا هناك 435 كنيسة ومعبد يهودي وهؤلاء هي بيد دولتنا الأمينة وتحت حمايتها لا يوجد لدينا أي تدخل في معتقدات وأدياني ومقدسات أي شخص وفي السنوات الثمانية عشر الأخيرة هنا أيضا مهم لأن الناس ينسون ينسون مباشرة خلال آخر ثمانية وعشرين سنة لقد قمنا قمنا بإعادة الأوقاف المسيحية وقمنا بترميم الكنائس وقمنا بتوزيع الحريات الدينية وقمنا بالكثير من الخطوات في هذا الأمر وأنا كرئيس لهذه الدولة فإني أرى أن همومة المسيحيين واليهودين المو في بلادنا هي همومي أنا إن الترحيب بالأديان الأخرى في بلادنا هي ليست عملية رياءت التي يقوم بها الوجوه الفاشية القذرة في أوروبا بل هي حس صميمي من القلب نقوم به بناء على معتقداتنا في ألمانيا وعلى مسجد مولانا يقوم 150 شرطي ألماني بمداهمة المسجد فجرا لا يمكن لميركل أن توضح لي هذا الأمر سأنظر إلى ما تفعل إن الحديث عن الموضوع فقط لا يودي إلى حل في هذه المواضيع إن هناك الملايين في ألمانيا إن لم يكن مواطنون الذين هناك إن لم يتم إحترام قيامهم ومقدساتهم هناك فأرجو المعذرة إن عدد كبير منها إن ناسهم مواطنون ألمان إن لهم حرية اعتقاد وحرية تعليم وحرية حياة عليك أن تحترمي قيامهم لا يمكن شيء كهذا أن يحصل إنه وبشرط أن يتم احترام استقلالنا ومقدساتنا إن تم احترامهم لا يمكن أن نقوم بأي تمزيز ضد أي إنسان بسبب عرقه أو دينه أو مذهبه انظروا أذربيجان انظروا أرمينيا انظروا لقد مرت 30 سنة أرمينيستان أرمينيا قامت باحتلال أراضي الآذريين الأتراك أرمينيستان أرمينيستان بل قاموا بل قاموا بنثر الدقيق على الخيط وكل اجتماع تستمروا أرمينيستان 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 أنتم اجلسوا مع باشينيان أرمينيستان 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 حين يتم تجاوز خطوطنا الحمراء حتى لو كان الطرف المقابل هو ابن والدي فلن أتسامح معه يقولون لنا أنتم تأتون من الشرق الأوسط ومن سوريا وتنقلون المرتزقة إلى أذربيجا من هذه المناطق ترسلون قوان أجنبية وأنا قلت للرئيس قلت له هناك ألفين من عناصر العمال الكردستاني والوائي بي جي موجودين في أرمينيستان تعطيهم 600 دولار راتب ويحاربون هناك كمقاتلين أجانب قال أنه لا يعرف عن هؤلاء قلت له إذن أنا أخبرك الآن عليك أن تبحث عن الأمر وأن نخطو خطواتنا بناء على هذا الأمر هؤلاء العمال الكردستاني والوائي بي جي من أين يأتون من سوريا كانوا يعملون في سوريا وتم تصديرهم إلى هناك علينا أن نتعاون في هذا الموضوع أنا وبالأخص باتجاه السيد بوتين بخصوص العمال الكردستاني والوائي بي جي لا أعطي احتمالا أن بوتين يتسامح معهم لكن عليه أن يتحدث بهذا الأمر ويقول لباشينيان وإلا فإننا سنقوم بما يلزم إخوة الكرام كما أن هناك مسودة في هولندا ويتسمي نفسها حرية حزب الحرية أي حرية هذا فقط اسم مع أن المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا إخوتي والإرهابي لا يكون مسلما لأن الإرهابي يقوم بقتل الناس الأبرياء من أجل وصوله إلى غايته هو مجرم يده ملطقة بالدماء إن الإرهابي حتى لو كان مسلما حتى لو كان يهوديا أو بوذيا حتى لو كان منتسبا لأي دين فإن هدفه هو فوق كل هذه الصفات وينبغي التعريف عنه بالأفعال التي يقوم بها إن الذي لا يقول عن الإرهابي أنه إرهابي يقع في المكان الذي وقعت فيه فرنسا الآن وبنفس الشكل